موسيقى واحدة من اكتر الامراض المنتشرة بين البنات هو مرض متلازم التكييوس المبايد ورغم ان الناس كتير بتفتكر ان المرض ده بيتصاب بيه السيدات المتجوزة بس لكن الحقيقة هو عكس كده تماما ونسبة كبيرة قوي من البنات بقتتصاب بيه هي كمان الفترة زي الغريب في الموضوع ان تقريبا سبب الاصابة بمرض تكييوس المبايد لسه لحد دلوقتي ما تعرفش بشكل محدد او واضح وحتى كمان اعراضه ممكن ما تكونش واضحة او ظهرة يعني ممكن الواحدة اصلا ما تعرفش انها عندها مرض تكييوس المبايد وعشان كده الابحاث والدراسات اكدت ان تقريبا اكتر من نص المصابات بمتلازمة تكييوس المبايد ما بيعانوش من اي اعراض هنا بقى بتلعب الصدفة دور كبير جدا في اكتشاف المرض ده وممكن الواحد يكون عايز يرايح يعمل شوية فحوصات عادية ويكتشف انه عنده تكييوس المبايد وده لان حتى لو ظهر على المصابة اعراض فيه ناس كتير قوي ما بتاخدش بالها ان زي اعراض مرض معين لان حتى معظم اعراض تكييس المبايد ممكن نشوفها طبيعية ونشوف اغلبها بيعاني منها عايز في حياته اليومية غير انها بتكون شبه اعراض لامرات تانية كتير رغم كل اللي احنا بنقوله ده لكن للأسف تكييوس المبايد ممكن يكون سبب في مشاكل صحية تانية توصل لدرجة عالية من الخطورة واللي ممكن تبدأ بحاجات بسيطة قوي زي خلل في الهرمونات مثلا وتوصل لحاجة خطيرة جدا زي لقدر الله سرطان الرحم عشان كده من المهمة قوي ان الواحدة تكون حريصة على انها تتطمن على نفسها بشكل دوري ومنتظم وكمان يكون عندها وعي وفهم ومعرفة كبيرة باعراض مرض تكييس المبايد واول ما اي حد يحس باي عراض لازم يروح فورا للدكتور عشان يتطمن على نفسه مشكلة تكييس المبايد تعتبر واحدة من ابرز الامراض العصر اللي بيعاني منها نسبة كبيرة جدا من البنات والسيدات وبالتالي ده معناه انها بترتبط بشكل كبير جدا بنمط وطبيعة الحياة اللي احنا عايشنا بشكل عام وكمان بطبيعة التغذية والمناخ وكل حاجة حوالينا لكن خلينا نتكلم بقى اكتر عن المرض ده وهو عبارة عن ايه اصلا وهل فعلا سببه ومش معروف لحد دلوقتي كل ده واكتر هنعرفه من دفنا في الستوديو الدكتور احمد حسين استشاري التوليد وامراض النسب جامعة 6 اكتوبر اهلا بحريك معنا في الستوديو اهلا وسلام بحضائي دكتور عايزة حالك تعرفني من فضلك ايه هو مرض تكيس المبايد تمام بس وقبل ما نتكلم على تكيس المبايد لازم نفهم اصلا المبيض ده عبارة عن ايه المبيض ده ممكن نمثله ان هو عبارة عن زي مصنع صغير شغلته ان هو يطلع الهرمونات والبويضات الهرمونات مسؤولة عن تغيرات اللي بتحصل للبنت عشان تتحول من طفلة الى شابة او مراهقة وبعد كده في مرحلة البلوغ والبويضات شغلتها انها لما تطلع تستعد ان يحصل حامل العملية دي عشان تحصل بيبقى فيه توازن غير طبيعي ما بين مجموعة من الهرمونات واجهزة مختلفة في الجسم عشان تعمل الدورة الشهرية اللي بتشغل المبيض اللي بيطلع للبويضات وطبعا الهرمونات في نفس الوقت اي خلل في الهرمونات دي او العوامل المؤثرة على الدورة الشهرية هو ممكن يخلي يجيب عندنا حاجة اسمتكاس موبايد لان الدورة الشهرية عبارة عن ان البويضات بتبقى في حجم صغير في اول الشهر فانت بتاني تاخد مرحلة من مرحلة النمو وتبتيش في الدورة دي لغاية لما توصل لمرحلة التبويد يحصل التبويد مفترض يبقى لو في حمل خلاص الموضوع بيكمل كحمل ما فيش بتتموت البويضة في خلال 24-48 ساعة وتنزل للدورة الشهرية بعدها بحوالي 10-14 يوم لو حصل بقى خلل في الموضوع ده البويضات بتكبر وتوقف في النص ما بتكملش الدورة دي الشهر اللي بعده بويضة تانية تبتيش تكبر وما بتكملش اللي بعده واللي بعده فيفضل عندي كياس صغيرة اللي هي البويضات الصغيرة بحجمها يبقى تراوح ما بين 6 ملي لغاية 10 ملي اللي هو تقريبا سنتي وعشان كده بتبقى عمنا زي ما تكون الكياس صغيرة في المبيض ومن هنا جات التسمية بتاعت تكايس المبايد او مرض تكايس المبايد والمفترض برضو ما نقولش عليه مرض تكايس المبايد مفترض نقول عليه حاجة اسمها متلازمة تكايس المبايد لانها مش مجرد مشاكل على مستوى المبيض بس لا دي بتأثر في حاجات كتير قوي زي ما قلنا في الاول ان عملية الدورة الشهرية او التبويض تداخل مجموعة من الهرمونات والاجهزة المختلفة في الجسم عشان تطلع لي الدورة الشهرية بالشكل اللي احنا عارفنا دكتور ازاي اصلا اكتشف ان انا عندي متلازمة تكايس المبايد لان بنات كتير اي ممكن يكون عندها تكايس المبايد ومع ذلك هي ما تعرفش يبقى ممكن نسعنيفه لدرجات يعني في عندي نقول مثلا المرحلة البسيطة المتوسطة او الشديدة المراحل البسيطة منه او الشكل البسيط منه ممكن يبقى عندي من 10-15% من السيدات او الانسات عندهم تكايس المبايد ومعندهمش اي اعراض خالص طب هي ايه الاعراض اللي بتجيلي هو لازم عشان عارف الاعراض لازم اعرف هو ايه الهرمونات اللي بتتحكم فيه برضو معلش ان شابه تاني المبيض عامل زي اللاعب اللي موجود في السيرك اللي بقى ماشى على الحبل ومعاه عصاية بيعمل توازن ما بين العصاية عشان ما يقعش ودي فعلا اللي بيحصل في المبيض اذا في عندي هرمونات كتير قوي عامل التوازن دو من ضمنها هرمونات الاستروجين ومن ضمنها هرمون البروجستينون ومن ضمنها هرمونات الزكورة اي خلل بيؤدي الى تكاسم مبايد يبقى في عندي خلل في هرمونات دي والهرمونات دي بتديني بقى الأعراض أول حاجة عندي لغبطة في الدورة اثنين ممكن يكون عندي مشاكل في التبويد إنه ما يحصلش تبويد تلاتة ارتفع هرمونات الزكورة تخلي فيه عندي بشرة دهنية أو حب الشباب أربعة ما فيش عندي تبويد بقى فيه عندي صعوبة أو ضعف في الحمل أو تأخر الحمل أو تأخر الإنجاب كمان التغيرات في هرمونات الزكورة دي ممكن تخلي عندي أعراض أخرى كتير زي مثلا تفع في الضغط الدم وخلافه الضغط الدم وخلافه أنا ممكن أكون عندي مرض تكاسم ما بايد ومعنديش أعراض زي ما انتفقنا عندي من 10% إلى 15% من السيدات أو الأنسات اللي عندهم المرض ما عندهمش أعراض طب أنا أدور عليه إزاي لو تم اكتشافه بالصوت فأنتيجة أنا مثلا بعمل صنوار لسبب أو آخر ولقيت الحكاية دي أبتدي أدور عليه بالتحديل والفحوصات الأخرى طب دكتور إزاي أصلا أعرف التكاسم وايد ده بيجي من إيه أصلا لأنه بنلاقي للأسف أنه مش البنات بس لوحدها عنا بقى في كانت متزوجات فهل هو مقتصر على المتزوجات والبنات لأنه ده ما عامل موضوع بيلغبة الناس لأنه إحنا بقناش عارفين هو بيجي بس للناس المتجوزة ولا للبنات بشكل عام صغير بقى حتى لو قبل ما تجوزوا لا هو متلازمة مرتبطة بالمبيض ولما يبتدي في مرحلة النشاط يعني من ساعة من وقت البلوغ لغاية سن انقطاع التنف وبالتالي هو يجي لأي واحدة في المرحلة العمرية دي كانت أنسة أو كانت متزوجة ما تفرقش هو بمجرد ما المبيض يبتدي يشتغل لو حصل خلل في الوظيفة بتاعته تبدو يزهر الأعراض بتاعته المرض ده وتلوي التكايز المضايد تاني فين أو مرحلة مين أو أنهي ساعدة أو أنسة ما تفرقش بمجرد ما المبيض بيبتدي يشتغل لغاية المرحلة العمرية اللي هي بيمتهي فيها شغل المبيض طيب مفترض احنا بنشتكي أو يعني بنقول إيه الأسباب بتاعته هو السبب الحقيقي ليه احنا مش قادرين نحط قدين على السبب واضح ولكن من الدراسات السابقة السنين اللي فاتت دي كلها والأبحاث اللي اتعاملت عليه بتادينا نكتشف ان لي بعض السيدات أو المرضى منه بيبقى فيه عندهم تاريخ مرضي في العيلة يعني العيلة دي كلها فيها عندها خالتها أختها تتوارث الأول بيبقى مرض في العيلة فيه جزء منهم يبقى وراثي وفيه جزء لي علاقة بالحياة الحياتية أو الحياة العصرية الجديدة اللي هي بيسموها سيدنتري لايف اللي هي ضعف النشاط ما بنتحركش كتير الكسل الإهمال إن أنا مهتم أكتر بحاجات تانية غير إن أنا أخد بالي من صحيتي نوعية الأكل اللي بنا كلها وبالتالي أو السمنة طبعا يعني وبالتالي بيبقى ممكن دي تكون أعراض أو آسف مش أعراض عوامل تساعد زهور المرض ولكن مش سبب واضح أقدر أحط إيدي أن ده سبب بتاع تكيز المبايد طيب حركة ذكرت داء قتل من شوية إنه إحنا بنسمينه متلازمة تكيز المبايد مش تكيز المبايد بالظبط هل فيه فرق ما بيهν تكيز المبايد ومتلازمة تكيز المبايد آه كلمة متلازمة بغض النظر عن تكيز المبايد أو غيره كلمة متلازمة تم تسمى متلازمة السكري إنما دلوقتي هو يتسمى متلازمة السكري أو مرض السكري اللي هو بيبقى فيه أعراض منها ليه علاقة بمستويات السكر في الدم وأعراض تانية في أجهزة أخرى نفس القصة متلازمة تكاوس المبايد لأن لسه زي ما كنا هايليين في الأول إنها مجموعة من الهرمونات كتير قوي بتنظم عملية الدورة الشهرية فأي خلل فيها هتعمل لي مشكلة تكاوس المبايد ومشكلة في حتة تانية فعشان كده كلمة متلازمة مقصود بيها إنها أعراض في أجهزة بيولوجية مختلفة في الجسم مش بس على مستوى المبايد طيب عايزة عرفة من حضرتك بالزبط الأعراض اللي بتيجي للبنت عشان تبقى عارفة أن هي عندها تكاوس المبايد لأنه إحنا ذكرنا كذا حاجة لأعايزين ندخل بقى بالتفاصيل أكتر ونوضح أكتر الأعراض اللي بتيجي للواحد عشان يبقى عارف أنه عنده تكاوس المبايد طيب مثلا عندنا أن يكون عندي أول خطوة أو أول أو أشهرهم هو اضطراب في الدورة الشهرية السكل الأكثر شيوعا هو إنها بتيجي الدورة كل شهرين ثلاثة مرة وبتيجي بشكل نزيد مش شكل الطبيعي بتاع الدورة الشهرية البنت أو المريضة من تعود عليها ده أكتر شكل أو أكتر عرض ممكن لخليها تشوك إنها عندها تكاوس مبايد فتبتدي تدور وتبحث عن الموضوع والله يطلعها هو وخلاص يبقى إحنا اكتشفناها باتري شكل الثاني زيادة هرمونات الأندروجين في الجسم أو في الدم وده بيخلي عندها هرمونات الزكورة زيادة هي هرمونات الزكورة أصلا موجودة عند الإناس أطبعا موجودة بس النسب ضئيلة جدا بالمقرنة بالرجال ولكن لما بتزيد نسبتها نتيجة تكاوس المبايد يبتدي يظهر عندي شكل زيادة هرمونات الزكورة عند الست أو في الدم اللي هو نمو الشعر في أماكن غريبة زي منطقة الوجه في منطقة الشنبو الدق عند السوال في منطقة ما بين الثاديين خط البطن في النص كمان البشرة الضهنية حب الشباب لما يكون طالعوا بشكل عنيف جدا عند درجة سحاب بيسميه سيستك أكمي ده لما بيجي تروح لدكتور أمراض بلدية أو حتى تجميل ويحاول يعالجها بيلاقي الاستجابة ضعيفة جدا أو حتى ممكن الأدواء بتاعته بتفشل ده يبقى غالبا نتيجة إن أنا عندي هرمونات الزكورة زيادة فهيبقى لازم تعالج الأساس اللي هو تكاوس المبايد أو هرمونات الزكورة يعني ده معناه أن تكاوس المبايد ممكن يعلي هرمونات أخرى في الجسم فده اللي بيؤدي لحدوث أمراض تانية خالص بعيدة كان عن تكاوس المبايد نظبوط بالزبط لإما هو بيؤدي إلى الأمراض دي إما يكون هي عندها خلل أساسي فبتظهر أمراض بالإضافة للتكاوس زي مثلا مثلا الترباط الغد الدرقية زيادة النشاط الغد الدرقية أو نقصها ممكن يعملي خلل فيه الدورة بتاعت الهرمونات اللي من أسرع على المبيض كمان الغدى الكاذرية أو اللي هو فوق كلوية كمان زيادة هرمون اللبن إفراز هرمون اللبن لما بيزيد أوه ممكن يعملي المشكلة دي فبيكون عندي أعراض في المبيض تكاوس المبايد اللي احنا كنا نسألين عنها والمرض الآخر اللي هو جاي أو منه الأساس طيب عايزة أرباح من الحركة يا دكتور إيه بقى أثار تكاوس المبايد إحنا ذكرنا الوقت الأعراض اللي بتجي الواحد إيه بقى المضاعفات اللي بتجيلي بتجيلي دلوقتي اللي عندي تكاوس المبايد إيه المضاعفات اللي هلاقيها عندي طيب برضو هي من الشكل المرضي بتاعنا لو نتكلم مثلا هرمونات الزكورة يبتدي الهرمون دو تيعملي شعر زيادة بشرة دهونية حب الشباب ويبتدي يأثرلي إن مثلا يحصل دمور في الثادي لو الهرمون دو ما بيتعليكش لو هرمونات الزكورة ما بيقلش في مستوى الدم ممكن يبقى فيه عندي كمان تغير في نبرة الصوت لو بنتكلم على برضو هرمونات الزكورة ممكن يكون عندي مضاعفات على مستوى نسبة الدهون في اللي ماشى في الدم فيأثرلي على الجهاز الدوري القلب والأوعية والشرايين فيرفع يعمل إرتفاع في ضغط الدم كمان ممكن يعمل سكاتات دي مهمية بس الحاجات دي يعني تبقى نسبة بحضوطها قليل قوي قوي يعني وخصوصا لو كنا سابين المرض 10-15-20 سنة بدون علاج تماما كمان ممكن لو النشاط زيادة ممكن يخلي فيه من الاستروجين اللي هو مش متأثر بشكل التوازن بتاع الهرمونات لما يزيد الاستروجين يخلي البطانة أو الأنسجة اللي موجودة في الرحم تبقى عندها فرط للنشاط أو فرط في التكاثر ويعمل لي مشاكل تانية زي ما قلنا من شوية تربط الدورة الشهرية ده معناه دكتور انه تكايس المبايد للأسف بتجيب أمراض كتير قوي وانه ارتفاع نسبة الهرمونات التانية في الجسم ممكن تسبب أمراض خطيرة ده الحركة ذكرت طيب عايز عرفة أمراض حركة يا دكتور تكايس المبايد ده بشكل عام بيأثر في ايه في أمراض خطيرة أخرى لان انا قريت كزا مرة انه ممكن يسبب سرطان الرحم فهل ممكن فعلا التكايس المبايد يوصل للشخص انه يجي له سرطان الرحم بعد الشرق تمام بعد الشرق على الناس كلها هو زي ما قلنا تاني في الاول ان المبيض عامل زي اللاعب السرك لمسك العصايا عشان ما يقعش ليمين ولا شمال الهرمونات اللي مؤثر في المبيض في حالة توازن مستمر في حالة أو في مرض أو في متلازمة تكايس المبايد بيبقى فيه هرمون واحد هو الزيادة أو اللي هو هرمون الاستروجين ده لما بيزيد وما بيبقاش ليه المضاد الآخر بتاعه اللي بيعمل التوازن بيبقى زي ما يقول استفرد بالرحم والنشاط بتاعت أو البطانة بتاعت الرحم فبتاعت تكاثر الخلايا وبدون رادع ده لما يفضل التأثير ده مستمر للفترات طويلة من العمر ممكن يخلي بدل ما هو نشاط زائد في الخلايا بس لا ممكن تقلب إلى أمراض خميسة زي سلطان بطانة الرحم نقدر على ده بحركة ذكرت يا دكتور في بداية حوارنا انه تكايس المبايد بيجي للبنت من ساعة من وقت البلوغ طيب عايزة عارفة للمتزوجات هل تكايس المبايد لو أنا ما كنتش عارفة أنا عن تكايس المبايد هيأثر على الحمل وهيأثر على عملية أصلا الخلفة وكل ده ولا ملهاش علاقة وده في طريق وده في طريق لا بالعكس ليها علاقة احنا لسه قيدين ان أنا دورة المبيض او دورة التبويد متأثرة يعني متلغبطة في التكايس المبايد ولو أنا ما عنديش تبويدي يبقى مش هيبقى فيها عندي حمل فهو بالتأكيد ممكن يأثر على فرصة الحمل او فرصة الانجاب وبيجيب لهم تأخر انجاب ولكن دي مرتبطة بشدة المرض احنا قلنا عندنا حالات بسيطة متوسطة وشديدة الحالات البسيطة ممكن ما يكونش عندهم أعراض من الأساس وممكن تيجي على شكل انه ممكن يجي لها إجهاض متكرر او تحمل بصعوبة شوية نعم الحالات المتوسطة وشديدة طبعا بيأثر على فرصة الانجاب يخليها أقل ما بيعملش عقم او ما بيمنعش الحمل تماما ولكن يقلل الفرص قوي يخليها تبقى محتاجة انها تتابع مع دكاترة تتابع انها تحسن الصورة بتاعة الهرمونات حيث انها تقدر تحصل حمل طب دكتور عيسى عرف من حضرتك ايه علاج تكاوس المبايد هل أدوية ولا عملية ولا بس متابعة مع الدكتور بحلتي يعني اتعالج ازاي منه طيب هو لازم بيقى فيه متابعة مع الدكتور لان لسه يلي من شوية ان المضاعفات والعراضي الجنبية لو تسابت فترة طويلة بدون متابعة او بدون ما تتعالج ممكن تبقى مضاعفات خطيرة فلازم تبقى فيه متابعة ولكن انا هعالج ايه وهعالجه ازاي قبل ما عالج تكاوس المبايد اعرف السبب هل انا فعلا عندي مثلا هرمون اللبن هو الزيادة يبقى قبل ما عالج تكاوس المبايد اوطي هرمون اللبن لو عندي مشكلة في هرمونات الزكورة هي لبتدت تزيد اوي او سبب ما في الجسم زي مثلا او رم هي اللي بتفرز هرمونات الزكورة زيادة ولازم اعلاجها قبل ما اشوف التكالس الموبايد ده اول جزء الجزء التاني المريضة بتاعتي بتشتكي من ايه واحدة عندها 30 35 سنة خلفت 3 ا4 مرات وخلاص مكملة العيلة بتاعتها وعندها زيادة في نمو الشعر دي العلاج بتاعها مش ان انا نقشط التبويض او ان انا مثلا اعلاج المشكلة انها ما عندهاش تبويض لان اعلاج بتاعها هنا ان انا قاعد اوطي هرمونات الزكورة واحدة تانية متجاوزة عندها 22 24 25 سنة ومعرفتش تحمل خلص لغادي الوقت هنا مش فارئ بالنسبة لي هرمون الزكورة طبعا لازم حوطيه بس الفارئ بالنسبة لي انها لازم تحمل فيبقى هنا ان انا بساعدها ازاي تحمل يبقى انا بواجه العلاج او ممكن يقول بفصل العلاج على المريضة بتاعتي شكوتها ايه زيادة الشعر في الجسم هل عندها التراب في الدورة شريع ومشفارئ بالنسبة لها الحمل هل المشكلة بتاعتها انا مثلا حب الشباب وشكل وشها مش مريحة هل المشكلة بتاعتها انها عايزة تحمل ولازم اوجه العلاج بتاعنا وينقسم هنا العلاج بتاعي الجزءين علاج دوائي وعلاج جراحي العلاج الجراحي كان زمان فترة طويلة يعني ده العلاج الاساسي بتاعنا ان احنا بنعمل حاجة اسمها كي المبايض الكلام ده يعني اتشفنا انه بيدمر البويضات ما بيستفدش منها المريضة زي ما هي متخيلة بالعكس انا ممكن اتخلص لها على المخزون بتاع البويضات اللي موجودة عندها في الجسم فبقينا بنستخدمه في اضيق 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 الحدود وفي الحالات اللي هي مستعصية جدا وما فيش استجابة لها الاغلب الدلوقتي هو علاج دوائي وزي ما قلنا من شوية انا هوجه العلاج الدوائي بتاعي على حسب حالة المريضة هي انسة مش هستخدم لها تنشيط طبويل حتى لو كانت هالفكرة بالنسبة لنا لما تيجي تتجاوز هتعرف تحمل ولا انا هيمني دلوقتي ان انا ما خليش هرمون واحد يستفرط بجسمها هي عندها شعر زيادة في الجسم انا كل يهمني دلوقتي انا اوطي هرمون الزكورة وهكذا الدكتور انا متعلقت بقى مع حضرتك وخلاص تعريقنا وتعطينا من تكاوس المبايد طيب هل ممكن يرجع لي تاني اه طبعا بيرجع احنا مش مسألة بيرجع انا مسيطر عليه ولا لا هو ايه اللي جابه في المقام الاول معنى كده ان انا حتى لو انا بعاني من تكاوس المبايد وظهر عندي واخدت الادوية وخفيت منه ممكن يرجع تاني طب اهم هو ايه سبب حدوث تكاوس المبايد احنا قلنا من شوية ان احنا عارفين من الدراسات السابقة انه بيبقى موجود مثلا في السيدات اللي عندهم وزن زيادة انه موجود اكتر مثلا في جنس معين من الناس بدل الجنس الاري او غيره انه موجود مثلا في مرحلة عمرية معينة انما مش عارفين السبب الرئيسي وبما انه مش عارف السبب الرئيسي انا مقدرش بنعمل حدوثه تماما ولكن اقدر اسيطر عليه اقدر ان انا خليها في المرحلة دي ان انا اكثر الدائرة المفرغة من الطرابة الهرمونات وخليها تحمل بس لو انا شلت ايدي وما بطلت العلاج ما ممكن بكل بساطة الحالة المرادية ترجع من اول وجديد فا اه لو انا ما تبعتش يبقى الاجابة بتاعتي اه ممكن يحصل رجوع تامي دكتور كلنا عارفين عملية التبويض مهمة جدا جدا عند المرأة ولازم تتم بشكل صحيح وسليم فا اين للبنت المفروض تعمله عشان تحافظ على عملية التبويض بشكل عام طيب هي مش عملية التبويض هي انها تحافظ على اتزيان الهرمونات او مستويات الهرمونات او شكل المتوازن في جسمها وده بيجي بناء على ان انا بشوف ايه الااضطرابات اللي موجودة عندي زي مثلا عندي اطراف الغضة الدرقية لازم عالجوه لو انا المشكلة بتاعتي زيادة في الوزن يبقى لازم اوطي او يعني اتبع حمية غزائية وهنا نحمية الغزائية مش مقصود بها انها تعمل دايت انها تمشي على اكل صحي يعني ده من الحاجات اللي بتغير جدا مستويات الدهون في الجسم وخصوصا لما تكون متراكمة في منطقة الخسرة او الوسط دي بتخلي في عندي حاجة اسمها مثلا مقاومة انسولين ودي بتخلي عملية التبويض صعبة جدا فلازم انها تخلي بالها من وزنها الرياضة من الحاجات اللي ممكن تغير الكيميا اللي في المخ اللي هي بتأثر على توازن الهرمونات في عملية التبويض وتاني هنا الرياضة برضه عشان نبقى فاهمين مش الرياضة العنيفة لا مجرد ان انا تلتزم بالرياضة نصف ساعة مثلا حتى لو كنتمش مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع بشكل مستمر كلمة السر بمعنى اصح الالتزام بلايف ستايل مختلف مش ان انا اسيب نفسي فترة عينين كتير بيعملوا الحكاية دي ويعملوها بنجاح انها تلتزم بالضايت تلتزم بالرياضة ست سبع تمن شهور الدنيا بتتحسن وكان في لسه عندي عينة بالمنظر دوت انها تحسنت من غير دواء فرحت جدا وزهقت بقى من الكلام ده عايزة ترجع الحياة اللي هي متعود عليها ثلاث شهور بالزبط ورجعت لها كل اعراض ويمكن اسوأ كمان فهي الفكرة مش ان انا امشي على ضايت او ان انا انزل وزن او ان انا نعمل رياضة لان اخير طريقة المعيشة بتاعتها لايف ستايل حريك بتقول فعلا هو لازم يكون عندنا اسلوب سليم وصحيح نمشي عليه عشان هي فعلا بتأثر على جسمنا كله بشكل عام طيب دكتور عايزة عرباء من حضرتك حريك بتقول انه لازم يكون في توازن في الهرمونات لازم يكون هرمونات كلها مصبوطة بشكل فعلا سليم عشان ده بيأثر على كل حاجة في الجسم طيب لو في حصل عدم اتزان في هرمون ما في جسمي حريك ذكرت انه ممكن ده يسبب مثلا انه قدر الله تكاسم بايد وصلنا لسرطان الرحم كمان ايه امرات تانية ممكن الواحد يعاني منها لو حصل عدم اتزان في الهرمونات اللي عنده في جسمه ابساطهم الاسباب الرئيسية الغدى الدرقية الغدى الدرقية بالنسبة للجسم بتانا عاملة زي المايسترو هي لو يعني لها زبطة معينة جسمي ماشي فيها سليم كويس جدا لو النشاط بتاع الغدى الدرقية قل ممكن يبقى حياتي كلها في مرحلة الخمول مش قادر اقوم بسهولة من السرير حركتي تعبانة اقل مجهود بيخليني تعبان الزكرة ضعيفة عايز انام كتير او العكس فرط نشاط الغدى الدرقية يخلي عندي مش عارف انام او عبدي بتلات يام مش عارف انام ومش حتى لو حاولت انام ما بعرفش ضغط الدم الزيادة الضربات القلب سريعة هذه جزء الجزء التاني الغدى الكهضرية لو زياد النشاط فيها بيطلع لك النسب من الكوزستيرول والهرمونات الزكورة تبقى عندي عالية جدا في الجسم دي برضو ممكن تكون من حاجات اللي يبقى فيها عدم التزان في الهرمونات تأدي الى اعراض او مشاكل اخرى طيب دكتور عايز عارف حركة بقى السن هل السن بيلعب دور اساسي في تغيير الهرمونات وفي ظهور امراض تخص المرأة بشكل عام لانه هل المرأة لما بيكبر سنها بشكل عام الاشياء دي اللي يتخص المرأة بتزيد يعني مثلا زي مرأة دي تكاس المبايد بيزيد عدم ازبان الهرمونات بتزيد ولا هي ما بتفرقش وهي بس مسألة لايف ستايل صحيح لازم نمشي عارف حركة ما قلت لو بنتكلم على تكاس المبايد كتكاس مبايد لا هو مالوش علاقة بالسن ليه علاقة بنشاط المبيض بمجرد ما بتدينا مرحلة البلوغ لغاية سن انقطاع التمس الموضوع انتهى هاي دي المرحلة هيجي فيها تكاس المبايد ما نفعش مثلا واحدة عندها 50-60 سنة المبيض ما بيشتغلش اصلا يقول عندي تكاس المبيض ما بيحصلش لانه ما فيش نشاط في المبيض اصلا وبالتالي مش حيبقى فيه مثلا خلل في نشاطه هو مش شغال اصلا يبقى لو بكلم على تكاس المبايد في مرحلة نشاط المبيض فقط من ساعة لما اشتغل لغاية لما بطل يشتغل انما في بصفة عامة الهرمونات لها تأثير على الجسم ونقصها بيعمل مشاكل يعني قالينا زي ما اتكلمنا من شوية على سن القطاع التمس فترة شغل المبيض بيبقى عندي هرمون الاستروجن من احد الهرمونات المهمة جدا عند الاناث ده لما انقطع الدورة او المبيض يبطل يشتغل النسب بتاع هرمونات دي تقل فيبتدي يحصل لها تغيرات كتير او زي مثلا نظارة البشرة كسافة الشعر الافرازات الطبيعية بتاعت الجسم الحاجات دي كلها تبتدي تقل كمان تأثير على العظم التوازن بتاع العوامل التجلط في الدم الحاجات دي كلها لو انا مخدتش بالي منها ابتديت ان انا اخلي حياتي ماشي بشكل صحي كويس ممكن يبقى ليها اعراض مرضية وحشة صح يا دكتور لازم نمشي حياتنا بلايف ستايز محرك زكارت سليم وصحيح عشان نحافظ على كل حاجة في جسمنا مش بس مرض تكاسر مبايد وتكاسر مبايد الحمد لله اللي هي علاج زي محرك زكارت بس لازم برضو نتابع مع الدكتور المختص كان معانا الدكتور احمد حسين استشاري التوليد وامراض النسب جامعة 6 اكتوبر بنشك الحياة على جودك معنا شكرا لحدك زي ما كنا بنقول في خلح حلقتنا ان المتابعة الدورية لصحتنا شيء مهم وضروري جدا حتى لو ما كانش عندنا اعراض لمرض معين لان زي ما احنا قلنا من شوية ان مرض زي تكاسر مبايد ممكن اعراضه ما تظهرش على واحد او تظهر حتى وما ناخدش بالنا منها عشان كده لازم احنا اللي نسبق بخطوة ونبقى متطمينين على نفسنا بدل ما نتفاجئ وندخل في مشكلة صحية اكبر بكتير من ما احنا عايزين حلقتنا خلصت بس افكارنا ووضعاتنا رسنا مخلصتش شوفكم على خير شكرا للمشاهدة